يخطر ببال إيريك أن بيته الذي قضى فيه أكثر من عشرين سنة سيتعرض لما تعرض له من خسائر بفعل إعصارئيا الذي ضرب فلوريدا خلال هذه السنة هي واحدة من أكثر الأشياء المدمرة التي عشتها على الإطلاق لأنها تفقد أحساسك بالأمانة وفجأة تكتشف أن هذا المكان ليس آمنا حقا بسبب الدمار الذي لحق بالبيت إعصارئيا تسبب في وفاة أكثر من مئة شخص في ولاية فلوريدا وخلف خسائر قدرت بأكثر من خمسين مليار دولار عندما ضرب الولاية في أواخر سبتمبر الماضي قبل أشهر كانت البيوت في هذه المنطقة تباع بأثمان باهظة وبسبب إعصارئيا الذي خلف خسائر كبيرة فقدت قيمتها العقارية وعصبحت المنطقة برمتها غير مرغوب فيها في السنوات الأخيرة شهدت ولاية فلوريدا نموا وانتعاشا كبيرا في سوق العقارات لكن الأعاصير المتعاقبة خلال هذه السنة خلقت نوعا من الركود وبالتالي تراجعت الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة تأمين البيوت كانت الخسائر في فلوريدا كبيرة جدا وخلق ذلك ضغطا على الأموال التي تمتلكها شركات التأمين والطريقة الوحيدة لاسترداد هذه الأموال هي من خلال زيادة الدفعات الشهرية لهذا السبب رأينا مثل هذه الزيادة الكبيرة في أقصاط التأمين على أصحاب المنازل كانت سنة 2022 من أسوأ السنوات التي مرت على ولاية فلوريدا ففي هذه السنة وحدها تم تسجيل أربع عشرة عاصفة وإعصارين كبيرين رضب شفرا الحرة فلوريدا اشتركوا في القناة